أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المباحثات التي أجراها مع رئيس وزراء أرمينيا نيكولا باشنعان أكدت تطلع البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما والتواجد الاستثماري في كليهما بما يتناسب مع المستوى المتميزي لعلاقاتهما السياسية وأضف الرئيس السيسي عقب مباحثات مع رئيس الوزراء الأرميني أنه تم التأكيد على استعداد مصر لنقل خبراتها في مجالات البنية التحتية والإنشاءات والنقل وإنتاج الطاقة إلى الجانب الأرمينية كما شدد الرئيس السيسي على دعم مصر لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب الققاز قرر مفاوض حركة حماس البقاء في القاهرة ليوم ثالث لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار مع الوسطى وقالت مصادر أمنية مصرية إن إسرائيل وحماس لديهما الرغبة في التوصل إلى اتفاق لكنهم متمسكتان بمطالبهما التي تعرقل الاتفاق حتى الآن يأتي ذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان حيث تواصل مصر مع الوسطى جهودها لوقف القطار في غزة قبل حلول الشهر الكريم وأيضا إطلاق صراح المحتجزين الإسرائيليين وتجنب حدوث مجاعة في قطاع غزة وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقة في قطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال استهدفت مناطق بدير البلح وخان يونس ورفح ومدينة غزة ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين أعلن مكتب رئيسي الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياه إن إسرائيل ستسمح للفلسطينيين بدخول المسجد الأقصى في الأسبوع لأول من شهر رمضان بعدد مماثل لما كان عليه الحال في السنوات السابقة وأضف مكتب نيتانياه أن الاتفاق جرى التوصل إليه خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين لمناقشة الاستعدادات اللازمة قبل حلول شهر رمضان دون تقديم رقم محدد للمصلين وأوضح مكتب نيتانياه أنه سيجرى تقييم أمني كل أسبوع وسوف يتخذ القرار بناء على ذلك قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن المحادثات غير المباشرة بشأن وقف الأعمال القتالية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ستبدأ خلال شهر رمضان الأسبوع المقبل وأوضح ميقاتي أن المسؤولين اللبنانيين يدرسون اقتراحا أمريكيا من أجل الدفع بحل دبلوماسي لوقف تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل وأوضح ميقاتي أن الاقتراح يركز على كيفية التنفيذ الكاملي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى حربا استمرت شهرا بين حزب الله وإسرائيل في 2006 وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمها لعدد من مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة وأوضحت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال اقتحم بلدات بالشرق جنين ونابلس ورامالله كما اقتحمت قوات الاحتلال شرق طول كارم وأعتقلت عددان من الفلسطينيين وسط الشباكات عنيفة مع فصائل فلسطينية حقق الرئيس الأمريكي جو بايدن والسابق دونالد ترامب انتصارات كبيرة في الانتخابات الثلاثاء الكبيرة التمهدية للحزبين الديمقراطي والجمهورية وفي كلمة له عقب فوزه بإحدى عشرة ولاية أمريكية تعهد ترامب باستعادة الاقتصاد الأمريكي مكانته وطرد المهاجرين الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي الأمريكي مشاهدين انتهى موجز الثامنة ونعود لإستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل